النمسا تؤكد على الحاجة إلى التجربة البريطانية في ترحيل اللاجئين إلى رواندا يثني على هذه التجربة ويصفها بالتجربة الناجحة ويريد تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وهذا الشأن الحساس لألغاية أستاذ مدوح فبصراحة مع الأسف الشديد النمسا تصر على انتهاج منهج متشدد في موضوع اللجوء ولكن كما قال العديد من الخبراء أستاذ مدوح بكل بساطة هذه دعاية انتخابية يعمل حزب الشعب على تسويق نفسه بالانتخابات المقبلة أنه لا يريد مهاجرين لا يريد لاجئين إغلاق الحدود بواجههم جعل النمسا منطقة غير مرغوبة للاجئين السوريين وغيرهم طبعا الترحيل إلى رواندا أستاذ مدوح حتى لا نطيل في هذا الأمر هذا ما زال ضرب من الخيال بريطانيا التي هي ليس لها علاقة بالاتحاد الأوروبي والتي صوت برلمانها على هذا الغرار لا لا صوت برلمانها على الترحيل إلى أروندا حتى الآن لا يستطيع تنفيذه بسبب المعارضة الداخلية الشعبية والقانونية الشديدة فما بالك بأنظمة وقوانين المفوضية الأوروبية والنمسا لا تستطيع أن تتصرف هكذا التصرف إلا من خلال المفوضية الأوروبية وتغيير القانون على مستوى أوروبا أستاذ مدوح لا تستطيع النمسا أن تتصرف بتصرف فردي صحيح أنها تعمل المستحيل على تكريه اللاجئين بموضوع الحضور أو يعرفون القدوم إلى النمسا ولكن هذا لا يعني ولا بأي حال من الأحوال أن النمسا قادرة أو تستطيع على أن تنفذ هذه الرؤية الخاصة بها وكان ملفت طبعا للنظر أن هم عملوا مؤتمر صحفي ولكن بدون أسلال بدون أسلال هذا شيء معيب طبعا أستاذ مدوح هذا شيء معيب بصراحة أن النمسا مؤتمر صحفي من هذا المستوى من هذا الحضور يعني لا تستطيع النمسا يعني لا يستطيعون أنه يعني صراحة شيء معيب جدا شيء معيب بشكل رهيب أنه وزيرين رئيسين وزراء يعني في الدولتين يعني بردو لا يستطيعين نعم نعم ما في بيان ما في بيان عفوا ما في سؤال يعني منها ما في أسئلة عفوا لا يوجد أسئلة أسئلة محرجة لماذا؟ لأنه لا يوجد عندهم أجوبة لو يوجد عندهم أجوبة لكانوا سمحهم الأسئلة فبالتالي لا سوناك ولا نهامر قادرين على الإجابة وعلى ماذا؟ على أبسط الأسئلة يعني إذا سألهم صحفي كيف ستنفذون هذا القرار؟ فعالية التنفيذ يعني ما سنسك من السؤال سأل الإجابة عفوا من نهامر أو سوناك نعمل طبعا نهامر المعني بالإجابة وليس سوناك سيقول نعمل على تغيير الرؤية في انخلال المفوضية الأوروبية واجتماعاتنا المستبرة لتغيير قانون اللجوه سيكون سؤال إجابة عائمة لأنه هذا فعليا صراحة ما يحصل هو ليس أكثر من استعراض سازم دوحة ما يحصل ما يقوم به نهامر هو استعراض لحملته الانتخابية التي نشاهدها على شاشات الأخبار من ضمنها شاشتنا طبعا اشتركوا في القناة